السلام عليكم بخوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب ابناء ملسى وخوتنا اللي في الغربة. انا انا فرحت لول عبدالبو منجابو لانه اقولها لك من هذا المنبر اه تعرض للكلونة في المولودية. تعرض للكلونة في المولودية. سبقتني لاني بترح نطرح لك السؤال لانه انت كنت من بين اللجنة وشريفة على الاستخدامات وكان فيها يعني في بدايتها جابو. لماذا لم ينجح جابو ضحية المحيط ونقولها لك منها كان بعض جوار في المولودية ربي يهديهم. اه. ما حبوش جابو يكون? ما حب. غارو من جابو. طو سمبل عمو. غارو من جابو. صح الوقت الايام رح تكشف لنا. وانا نقول لك ومن هذا المنبر رح تشوف جابو في الوفاق مقابلك لأديها. بس كلي يعرف يلعب. لانه جابو انجح في الاتحاد الحراش. جابو انجح في مولودية العلمة. جابو انجح في الافريقي التونسي. جابو انجح مع فريق وفاق سطيف. ونجح في النصر السعود. ولم ينجح في فريق مولودية الجسد. قلت لك انا بلي ضحية المحيط. وانا كنت اتكلمت مع جابو. تكلمت معه وقال لي بلي كريم مكاش النية. قال لي مكاش النية. قال لي كان هناك جوار ربي يهديهم كما يحبش الخير لصحبه قال لي ميتال قال لي لانتراني مدلي كيب قال لي لاخرير فتكابتو يخرج هو المنافس تاعك في البوست تاعك هنه وش تفهم هنه تفهم هنه تفهم هنه تفهم هنه لعب كورة القدم كريم راو لعب ألوفات تعليماتش وراو على بالو ونا بيبات دو جروب سحب الخريم مولو ديام شي سهلا بيانسور مولو ديام شي سهلا و لكن و لكن و نقول لك بالإجابة ضحية في المولو ديام بس كعلاه كي بدالي سيسات ماتش اللي أولين كيجا شفناه دار مقابلات في الصورة مدوا واحد لا باسر بحنا في بشار و انبعد الناس تبدأ تكسر بيهديها و نابين بروبلم دي في سيارة الابوك كان دي جوار كان يديرو في النميمة ربي يهديهم لعبين هذو ما محبوش الخير المولو ديام من فيها يوكلوا فيها نخل لا يحبوش الخير في المولو ديام و لكن نضم بلي كاين الحقد و يعرف كاين بسوال الحقد و الغيرة و لأن الناس تقدر انت يهضر معك المدربة و أنا ميهضرش معايا جابو و كأس العالم تهضر عليه كأس العالم ليدارها مع حليلوزيج تهضر عليه سوف يتقدر هذو الجوار اليوم هنه يعرف يلعب و هنه يقولي هنه جوار و هنه ما يعرفش يلعب لا لازم تشوفوا الاسباب الحقيقية نعم مثل ما سمعته مثل ما سمعته اللعب ملودية سابق ابراهيم شاوش يفجل قنبلة جديدة هذي القنبلة بطلها عبد المومن جابو او مموش كما يحلو البعض تسميته عبد المومن جابو من احسن ما انجبت الكرة الجزائرية في العشر سنوات او خمسة عشر سنة الاخيرة من احسن ما انجبت الكرة الجزائرية في عشر او خمسة عشر سنة الاخيرة عبد المومن جابو اللي اتقلق في مونديال 2014 وكان من بين احسن اللاعبين في المنتخب الوطني عبد المومن جابو اللي تكلم عليه ياسين ابراهيمي وصوفيان في غولي قالوا هذا اللاعب يعني مستوى اوروبا بابتياز يلعب في اي فريق في اوروبا دون اشكال هذه الامانة عبد المومن جابو اللي لعب في اللادي الافريقي وتقلق وكان هو الباتران لعب في بطولة جزائرية في نادي العلمة في الحراش في في الصيف كان هو الميور لعب في السعودية كتجربة قصيرة كان هو الميور يلعب في نادي المولودية ويمضي في نادي المولودية اللي جابو عمر غريب من بعدها تصرى له كلان كي الناس رفضاتوا ولا لاعبين كي بعض اللاعبين رفضين عبد المومن جابو اعترافات خطيرة يعتراف اللي اللاعب المولودية السابق يقول له باللي كي نية ما كانش نية ما كانش ولما يتكلم عنه المدرب كليدور يعني كقائد يتكلم معه كقائد ما يبغيوهش شفت كيفاش كنت نقول اللي يقدر على شقاه ولي يقدر يتكلع على روحه غير يروح ميزيش يوعد في البوطولة والكنيس وبالفعل الايام اثبتت هذا الشي عبد المومن جابو اللي يتقلق في مقابلة الودية ضده رومانيا ومرغ انف المدافع الروماني اللي كان يلعب معه فريق نابل اللي كان فيه فوزي غلام عبد المومن جابو اللي يسجل هدفين في كأس العالم وجابنا مخالفة اللي اتأهلنا بها على الدور الثاني ضده روسيا هدف الاول ضده بلجي عفوا هدف الاول ضده كوريا وهدف الثاني اللي تخل في الشوطر اضافي الاول ضده من ضده بطن العالم اسمه المانيا عبد المومن جابو اللي كان بعض الاطراف اللي يعني تهمت آلي لوزيش آلي لوزيش قال على كلام سابق انه عبد المومن جابو ينقصوا فقط يعني لا ينقصوا فقط الدفاع لو يدافع راح يكون من احسن لاعبين اللي مروا على المنتخب الوطني بالفعل معاها حلي لوزيش بداي يتحسن عبد المومن جابو وكانت تربطوا علاقة رائعة مع حلي لوزيش الناس اللي كانت تهاجم في حلي لوزيش عبد المومن جابو ايضا هو حقيقة غوركيف هو اللي كان ضد عبد المومن جابو لكن رئيس الاتحادية باعتراف عبد المومن جابو كان في مثابة الاب محمد رورواء كان في مثابة الاب لعبد المومن جابو وكان دايما عنده علاقة رائعة اكثر من رائعة علاقة طيبة بين رئيس الاتحادية و عبد المومن جابو اذا يعني عيب عيب انه نادي بحجم المرودية يجيب لعب من أروع ما أنجبك كورة جزائرية ويديرولو كلون داخل ويديرولو كلون داخل منين هذا كيفاش هذا اللعب ينجح هذا ينجح في كاملة دوريات ينجح في المنتخب الوطني وبرهم في كأس العالم كأس العالم ضد ألمانيا ضد كوريا ضد روسيا ضد رومانيا ليجاب الهدف ليسجده هذا اللعب ما يعرفش يلعب هذا اللعب ما يعرفش يلعب يعني الدرجة هذه ما فهمتش أنا لاعب كما هذا يعني صراحة يتحمل جزء من المسعودية لأن هذا اللعب لو احترف في أوروبا كان يرح يطرتق كان رح يكون من أحسن ما أنجبت الكورة الجزائرية وبالفعل أخلاق تربية مساوى فنيات إبداع كل شكاين كل المواصفات تتوفر فيه عبد المومن جابو عبد المومن جابو لما مضى في نادي جماهيري مثله مثل مولودية وران وفاق سطيف شبيب القابيل هذا من الاتحاد العاصمة هذا من النوادي الشعبية عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة مولودية جزائر عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة مضامعها على أساس أنه ساعد الفريق والفريق يلتف هذا كقائد لكن ما بغاوش كلمة القائد كلمة القائد مش مقبولة نكره بعضنا منحبوش بعضنا والنتيجة عاكم على بلك نتائج كاريثية ومساوى تحت الضعيف هذه منحبوش الخير البعضنا اللعب كما هذا يتأمروا عليه يتأمروا عليه في بطولة ود كنيس لا مش بطولة الألمانية ولا الإسبانية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية لا بطولة ود كنيسة يتأمروا على جوهرة بحجم عبد المومن جابو والحديث قياس إذن عبد المومن جابو مموش كما يحلو للبعض يتأمروا عليه في نادي مولودية جزائر بعض اللاعبين ما مش كلها بعض اللاعبين يتأمروا عليه ما مش عجبا من العال كيفاش عبد المومن جابو وجابو قائد ولا كلمة القائد مش مليح ععيب نعاود عبد المومن جابو شهادة ياسيم براهيمي سابقا هذه الهدرة ياسيم براهيمي وصفيا في غولي عبد المومن جابو يلعب في أي نادي في أوروبا هذه تكفي هذه شهادة تكفي للأسف دائما المشاكل دائما هذه الفوضى تأمر بطولة ود كنيس إلى متى تنتهي الله أعلم نتمنى وقلتها ونعودها الخير لهذه الكرة المارضة كرة ود كنيس فالأخير متقعنا مع مزد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته